بغض النظر عن التطبيع الدول العربية تثبت أنها لم تتخلى عن الفلسطينيين رد فعل الإمارات العربية المتحدة على زيارة إطمار ابن غفير إلى الحرم القدسي يظهر أن لديها أجندة خاصة بها أيا كانت خطط الأمريكيين أو حتى جيرانها زيفي بريل في جريدت هارتس وزي ما اطلعنا على مقالات سابقة لك هو يعني متخصص في المنطقة وبيكتب عن علاقات العربية وعن المنطقة العربية بيقول لنا نتيجة زيارة وزير الأمن القومي إطمار ابن غفير من غفير للحرم القدسي طبعا حكومة نتنياهو الأخيرة حكومة متطرفي ودي الحكومة اللي ساهمت ندور كبير جدا في تكوينها وتشكلها الأحزاب العربية في إسرائيل أو في فتنسطين المحتلة وازاي ان انقصامتهم وتفتتهم وصراعتهم هم اللي خلوا هذه الحكومة تشكل وخلوا نتنياهو يحصل على 64 مقعد في الكنيسة زاعمين ان كل الحكومات بتنفس نفس السياسة سواء يصار إسرائيل أو يمين إسرائيل لكن الحقيقة هذا كلام لا علاقة له بالسياسة طبعا إسرائيل لديها سياسة واضحة واحدة ومؤحدة إزال أضالة الفلسطينية وطبعا إسرائيل ليست دولة تتغير سياساتها بتغير حكامها إنما في حقيقة الأمر تتغير أشكال السياسة وحشيتها عمقها فجرها فجاجتها حدودها بين حكومة أخرى وإنه لما الأحزاب العربية الفلسطينية تأخذ هذا تتفتت وتتفرق وتعطي أصواتها للمتطرفين وبعد كده نتشك من أنه يعني من غفير زي وزير الأمن الذي سابق أنا تقولي كلهم صهينا يا سيدي أنا فاهم ما نعرف يا ريت أشكر على المعلومات الجديدة اللي بتقول إن أصال سياسة واحدة يا سيدي كويس ماشي أشكرك للغاية يا ريت إحنا العرب بس ساستنا واحدة رغم اختلاف حكامنا ومع ذلك لا في فروق في فروق على الأقل هما لما حكومة إسرائيلية تيجي تبني مستوطنات بسرعة سبعين كيلو في الساعة غير الحكومة إسرائيلية بتبني مستوطنات بسرعة خمسين كيلو في الساعة تفرق حجم التغير اللي بيحصل من الحكومات المتطرفة للخريطة غير حكومات غير المتطرفة وكلهم حكومات إسرائيلية لكن تفرق إنما بقى التعالت المتساحف ده اللي تشوفه يعني عند من ينظر للقضايا فلسطيني إنه كلهم واحد لا مش كلهم واحد مش كلهم واحد والفروقات اللي بينهم ضئيلة محدودة ليكن لكن فيه فروقات المفروض أنت تزود اتساحها تعمق فيها أنت كطرف عربي أنت كطرف فلسطيني معني وقدامك الأرض إنت اللي شاف الواقع إنت اللي شاف الجدران اللي بتزيد إنت شايف التقطيع اللي بيحصل على الأرض إنت شاف المستوطنات اللي بتتبني فلا يصح أمنا التعامل بهذه العدمية الرهيبة اللي اشتغالها مجموعة من الأحزاب خصوصا الأحزاب اليسرية الفلسطينية فانتهى الأمر إحنا وصد مشهد يحصل بقى تواجل في الحرم الأقصى أقصى اعتداء على المسجد الأقصى يحصل اليمين بقى بيطلع قرارات أكثر يعني توحشا في مواجهة عرب إسرائيل أو عرب فلسطين في إسرائيل إيه الموقع إنما ونقعد إحنا ما إيه لأنه يبدو يبدو أنه الخيال بعض الخيال برضو في فلسطين أو في السياسين الفلسطينيين في الأرض المحتلة إنه فاق بالأزمة إنه زود التوتر كان ده يصبت صالح قضافة الاصطينية حيث ده يصبت صالح حماس وصالح اليمين الإسرائيلي وبتضيع القضافة الاصطينية وبتضيع الأرض اللي هي أهم حاجة من الموضوع ده كله بيكلم هنا زيفي باريل على إنه أبلغ المصريون حماس أنه بالإضافة إلى تهنئة الرئيس عم فتاة سيسي الرئيس الوزراء نيتنياهو بتشكيل الحكومة بعث الرئيس كذلك بإشارات تحذير واضحة وتقول المصادر الإسرائيلية إن نيتنياهو أكد لرئيس سيسي أنه ينوي الالتزامة بجميع الاتفاقيات بين إسرائيل ومصر مما في ذلك مع حماس طبعاً يعني نيتنياهو رجل قوي ورجل سياسي ولعله يعني أهم السياسي في الجنوب الحقيقة يعني رجل صهيوني ومتطرف وشديد التطرف وأساساً رئيس حكومة احتلال ومع ذلك هو رجل سياسي حتى النقاعة ويملك قدرة على تربيع الدواير ويعني تدوير المسلسات وعقد اتفاقيات ووضع حساب يعني صفقات مع الشيطان وصفقات يعني تنتهي في الآخر لحزبته هو والصالحه هو ويدير ملفات يوصلها للحافة واللأزمة ويرجعها تاني يهديها ويشعر المجتمع الإسرائيلي وثم يبرده فهو يعني أعتقد أنهما السياسي الوحيد في الجنوب يعني لو إحنا اعتبرنا أو السياسي الأول في الجنوب فهيدير علاقاته المشكلة الحقيقة أنه هو بيكسب بيكسب في استنزاف الأضافة الإسرائيل بيكسب ليه صالح اليمين الإسرائيلي بيكسب في إفساد أي قدرة على حل الدولة يعني السنائية القبية يعني دولة اللي فيها الاثنين عاشين مع بعض أو الدولتين يعني أي حل بيفسده الاثنائية ويضع الغن فيه وبيغيره على الأرض وعلى خريطة الأرض تماما وعلى الواقع ناجح بارع طبعا ناجح هو بارع لنفسه لخطته لمصلحته لأجندته لصهيونيته ليمينيته لإسرائيليته لكن الحاصل إنه لما بتعمل سياسات تساعده ومواقف تساعده وتدعمه أصلا على إنه ينجح ده الكارسة العربية الكبرى هنا بيقول لنا زيفي باريل إنه رغم من الإمارات العربية المتحدة عقدت اتفاقيات مع إسرائيل إنه إلا إنه في لحظة الجد في لحظة مشهد زي المشهد اقتحام المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي الإمارات بتوقف إسرائيل أو بتوقف العلاقات عن الحدود وبتقدم حالا من الاستقلالية عن أي أفق إسرائيلي يأمل إنه يطور العلاقة متى كانت هذه هي المواقف الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى أو إعلان تواجد قوي ومسيطر لليمين على السياسة الإسرائيلية وده سر العنوان الدول العربية تثبت أنها لم تتخلى عن الفلسطينيين ولن طيب نوروح